بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بعرض برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026 ويشرفني بادئ ذي بدء أن أنقل إليكم تحيات سموم وحفظه الله وأمنياته لكم بدوام التوفيق والسداد والعمل لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معالي الرئيس أصحاب السعادة يأتي اجتماعنا هذا اليوم تجسيداً للدور المقدر وتتويجاً للجهود المشكورة التي بذلتها لجنة دراسة برنامج الحكومة والتي أجمعت بكامل أعضائها وأوصت في تقريرها بالموافقة على برنامج الحكومة وذلك لم يكن ليتحقق لولا ما حظيت به أعمال اللجنة من اهتمام شخصي ومباشر من معاليكم وحرص مشكور على حضور الاجتماعات المشتركة وكذلك المتابعة الدؤوبة والجادة والحثيثة من رئيس سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب وجميع الأعضاء الذين نشهد لهم بالكفاءة في العمل بحرفية تامة ومهنية عالية حرصاً منهم على نقل جميع ملاحظات واستفسارات السيدات والسادة أعضاء المجلس إلى الفريق الحكومي الذي لم يألو جهداً في سبيل تزويد اللجنة في أوقات قياسية بالمعلومات اللازمة والرد على التساؤلات وتبادل وجهات النظر والمرئيات حول التعديلات المقترحة ويسرني أن أعلن بهذه المناسبة أن نتاج سلسلة الاجتماعات المشتركة بين اللجنة النيابية والفريق الحكومي على مدار الأسابيع الماضية قد أفضى إلى التوافق على التعديلات المقترحة على البرنامج على نحو عكس ما اتسمت به اجتماعاتنا من آلية أساسها الثقة المتبادلة المعززة بالنوايا الحسنة التي أظهرت حرصاً مشتركاً على المصدح الوطني العليا الجامعة ورقبة صادقة في مواصلة العمل والتطوير من أجل حاضر ومستقبل الوطن وتوجيه كافة الخطط والمشاريع والبرامج إلى المواطن البحريني الذي هو محور التنمية وغايتها الأساسية وذلك من خلال خلق المزيد من الفرص النوعية وترسيخ الأمن المجتمعي الداعم للتنمية والازدهار وتطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيهها لمستحقيها ودعم ومساعي التنمية الشاملة ومواصلة تحقيق أهداف التوازن المالي والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الأداء وجودة واستدامة الخدمات وغيرها من الأهداف العامة معالي الرئيس أصحاب السعادة لقد ساهم تلاقي الرؤى وتوحد الأهداف في التوصل إلى صياقات توافقية نوعية تعبر عن السياسات العامة والخطوط العريضة برؤية الحكومة خلال الفصل التشريعي السادس والممتد حتى العام 2026 وتؤكد في الوقت نفسه الغاية الرئيسية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي العمل على رفع المستوى المعيشي والحفاظ على مكتسبات المواطنين وجعلها أولى أولويات ومحاور البرنامج ولذلك نجد أن البرنامج المعدل في صيغته التوافقية قد جاء متضمنا أربع أولويات ويأتي على رأسها أولوية رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم إلى جانب أولويات العدالة والأمن والاستقرار والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة والخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية وتستند تلك الأولويات في بنائها بعد التوافق على ستة محاور وهي محور رفع مستوى المعيشة والمحور السيادي والتشريعي محور البنية التحتية والبيئة محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية محور الخدمات المجتمعية محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي والتي سيتم العمل على تنفيذها بإذن الله من خلال السياسات والمبادرات التي يتضمنها البرنامج الحضور الكريم إننا اليوم وإذن نقدر الجهود المبذولة في دراسة البرنامج لنتطلع عبر التشاور الدائم مع مجلسكم المواقر والتعاون المعهود منكم للانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو المستدام المنشودة خلال السنوات الأربع المقبلة وذلك لحصد ثمار الاستمرار في البناء والتنمية والتجديد والتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات الوطنية الملبية لتطلعات وآمال المواطنين والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته